إقصائية المجموعة الأولى الخاصة بتأهل المشاركين إلى المجموعة الثانية من أجل إفراز مشاركين أربعة في نهائية جائزة الحسن الثاني القبرى للتنس كانت مثيرة في ملاعب النادي الملكي للتنس ثمانية مواجهات قوية لم يتمكن خلالها المغربي آدم مندر الحاصل على بطاقة دعوة حيث خسر أمام الأرجنتيني ابن العاصمة بوناسيرس كارلوس بيرلوك المصنف 147 عالميا وذلك بجولتين 6-1-6-2 منافسي لعب بطريقة جيدة وأنا لم أكن في يومي وأنا سأعود لاحقا أنا سعيد بفوزي هذا الأول في الدور الدولي بمرقش ستكون لمباراة صعبة أخرى قبل العبور وخلال مباراة القوية الثانية التي واجه خلالها نجمة نس المغربي لامين وهاب الإسباني ابن مدينة مربية أدريان من أنداز المصنف 139 عالميا حيث واجه الأخير ندية قوية من المغربي لامين وهاب الحاصل على بطاقة الدعوة كذلك وهي الموجهة التي استغرقت 3 ساعة 11 دقيقة و40 ثانية والتي انتهت لصالح الإسباني بجولة الواحدة 6-7-7-6-4-6 لعبت مباراة جيدة اللاعب لامين وهاب لاعب ممتاز وقوي وأنا بقليل من الحظ تمكنت من الفوز بالمباراة لقد كانت مواجهة قوية وتنتظر لمباراة أخرى قوية قبل التأهل وقد عرفت باقي المباراة منافسة قوية وأهم ميزها فوز المصنف 101 عالميا والأجود في المجموعة الإيطالي لورينزو صونيغو على الروسي أليكس فانيتان بجولتين 7-6-6-4 كل الظروف جيدة هنا من أجل اللاعب والتباري كانت مباراة قوية ضد منافسي وأنا مستعد لمباراة مقبلة ويذكر أن الإقصائية متواصلة بالمجموعة الثانية الخاصة بتباري الفائزين لإضافة الرباع كاملا إلى اللائحة الكبرى التي تشعل حرارة الضورة 35 في جائزة الحسن الثانية الكبرى للتنس هنا بمراقشة ترجمة نانسي قنقر